تعمق الكتلة الحارة نسبياً أجواء حرف الأغوار والبحر الميت والعقبة وأجواء ليدية دافئة وتفاصيل هذه الأحوال الجوية بعد هذا الفاصل أعزائنا متابعين تقص العرب أصعد الله مساءكم من المتوقع أن توالي درجات الحرارة اتفاحها خلال يومي الثلاثاء والأربعاء لتصبح عالم معدلاتها تقريباً في سبع درجات مئوية نسبة لمثل هذا الوقت نلعب كما نشاهد هنا من خراءة درجات الحرارة يوم الغد درجات الحرارة مرتفعة نسبياً درجات حرارة ثلاثينية في معظم مناطق المندكة خلال ساعات النهار كما نشاهد الأجواء حارة نسبياً في معظم المناطق قد تصل إلى أن تكون حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة وفيما يخص درجات الحرارة الليلية درجات الحرارة الليلية والأجواء بشكل عام هي أدفأ من المعتاد وأدفأ بكثير من الليالي الماضية تستمر هذه الليالي حتى يومي الثلاثاء والأربعاء هذه الليلة أيضاً غيوم متفرقة في العاصمة عمان درجات الحرارة تصل إلى واحد وعشرين درجة مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 11 كم في الساعة وفي ثلاثة أيام القادمة في العاصمة عمان يوم الثلاثاء 33 نهاراً إلى 24 أما يوم الأربعاء انخفاض بسيط لتصل إلى 31 درجة مئوية وسط عشر درجة في ساعات الليل وانخفاض آخر يوم الخميس لتصبح درجات الحرارة 24 درجة إلى 12 درجة مئوية في العاصمة عمان ومن العاصمة عمان إلى باقي مناطق المملكة والأجواء المتوقعة اليوم الغد نبدأها شمالاً من إربد 37 إلى 24 في المفرق 35 إلى 20 جرش 36 إلى 23 وفي عجلون من 36 إلى 23 درجة مئوية في العاصمة عمان 33 إلى 24 سرقاء 36 إلى 22 في البلقاء 34 إلى 24 وفي مادة من 32 إلى 23 درجة مئوية وأجواء حارة في البحر الميت نهاراً 42 درجة مئوية وتصل إلى 30 درجة مئوية كدرجة حرارة صغرى في الكرك 34 إلى 23 طفيلي 32 إلى 23 في معان 34 إلى 22 وفي جبال الشراء 30 إلى 21 وأخيراً أجواء أيضاً حارة في العقبة 39 نهاراً إلى 21 درجة مئوية في المناطق الشرقية الويشد 34 إلى 21 الصفاض 35 إلى 21 وأخيراً في الأزرق 36 إلى 23 درجة مئوية كانت هذه أبرز المعلومات الواردة للينا هنا في مركز تقصر العرب إلى أن نلتقي في نشارات قادمة تمتم في أمال الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري ترجمة نانسي قنقر